معنا من القاهرة الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة في كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل. دكتور إسلام أهلا بك. نبدأ من اكتشاف هذه الباخرة السياحية والمصابين عليها في مصر. كيف ستتعامل السلطات المصرية معها؟ وإلى أي درجة يمكن أن تستفيد من تجربة دايموند برينسس السفينة التي رست في مياه اليابان؟ خلينا نقول أننا حاليا نقدر نقول أن الحكومة المصرية ووزارة الصحة هي حكومة رد فعل كويسة. يعني بيفولو كل الانستراكشنز والتعليمات بتاعت المنظام الصحة العالمية كويس جدا. هما ريأكتف. بقى فيه شفافية في تباع المعلومات وأنه يتقصي من من الحالات تعمل مع مين والحجر الصحي وهكذا. لكن احنا عايزين نعدي مرحلة ريأكتف رد الفعل. اللي هو خلاص أثبته أنهم كويسين فيه جدا. لمرحلة جديدة بقى هي البرو اكتف. يعني مبادرة بفعل. لأن حاليا إحنا بلد محتمد على السياحة. محتاجين أن نحن نحط شوية إجراءات أعلى شوية. أن نمنع أن يبقى فيه أصلا دخول مصادر للعدوى. محتاجين الأماكن التي فيها تجمعات سياحية. والتي هي أكتر أماكن حاليا هيبقى فيها عدوى. أن يبقى فيها إجراءات احترازية عالية جدا من حيث التعقيم. من حيث النظافة الشخصية للناس. من حيث أن يبقى فيه وجود دايما مطاهرات في الأماكن السياحية. وهكذا. قد إيه ده قريب من البخيرة السياحية. حاليا هو الموضوع مختلف شوية. لأن الحالات كلها كانت بعد انتهاء الكروز نفسها. المواطنة نفسها التي كانت حاملة للفيروس. رجعت بلدها. بعد ذلك الـ WHO بلغت مصر أنها مصابة بCOVID-19. بالتالي مصر تتبعت كل الحالات التي تتعاملت مع السائحة. ووجد 12 حالة PCR positive. فبالتالي لا يوجد حجر على السفينة نفسها في مختلفة شوية. ولكن حاليا كل الحالات وزويهم في الحجر الصحي. دعوني المرات نقول. نحن نشيد بالترانسبرانسي والشفافية بتاعة الجهات المصرية. ولكن نريد أن ننتقل بالمرحلة الأعلى منها شوية. مرحلة الـ proactive settings. وكيف يمكن الانتقال إلى ذلك؟ حاليا نحن نعمل مسح حراري في المطارات. محتاجين أن نحط دول معينة أنها لا تدخل الأراضي المصرية. إلا لما تعمل لها سواب مسح لكل الأمراض التنفسية. سواء الـ upper respiratory أو اللور. ولو في أي حد عنده أي مرض تنفسي. حتى لو لم يكن COVID-19. يتعمل له بعد ذلك PCR لـ COVID-19. لأنه طبعا مكلف. ونشفى نعمل لكل الدول. محتاجين أن نحط في كل الأماكن السياحية. وهذا السواب الدكتور إسلام أو اللطخة أو المسحة التي تحدثت عنها. هل يمكن الحصول على نتيجتها مباشرة؟ ممكن. السواب الذي يبين أنه في أي أمراض جهاز تنفسي. ممكن نحصل على نتيجة مباشرة. لكن الـ COVID-19 حاليا فيه كاتس تطلع في خلال ساعة. وفيه كاتس تحتاج أن نستنى أننا أكثر من كذا يوم. فحاليا على الأقل ممكن نعمل السواب التي تطلع على نتيجتها فورا. وأي حد عنده بوادر أي مرض جهاز تنفسي. هذا الذي يحتاجه يعمل بعد كده الـ COVID-19 كاتس أو الأناليسوس. شكرا جزيلا لك دكتور إسلام عنان. مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة بكلية صيدة لجامعة مصر الدولية والمستقبل. لدينا الكثير من الأسئلة. لكن للأسف ليس لدينا وقت.